ضمن مشروعي مدارس وحضانة صديقة للطفل نظم مكتب شرقة صديقة للطفل الملتقى التعريفية لمديري وموظفي الحضانات والذي يقام بالتعاون مع هيئة الشرقة للتعليم الخاص ومجلس الشرقة للتعليم ومنظمة اليونسيف في إطار اعتماد إمارة الشرقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين واستكمالا لما تم إنجازه عقد في غرفة تجارة وصناعة الشرقة الملتقى الأول لمديري وموظفي الحضانات والذي نظمه مكتب الشرقة صديقة للطفل مع مجلس الشرقة للتعليم وهيئة الشرقة للتعليم الخاص ضمن مشروع مدارس صديقة للأطفال واليافعين بالتعاون مع اليونسيف الملتقى اليوم يقوم على أساس التعريف بحقوق الطفل وكيف نستطيع أن نمارس هذه الحقوق ونطبقها في الحضانات فرصة ثارية نستطيع من خلالها أن نبني شخصية الطفل نقدم له كل أساسيات الحقوق نعرفه بهذه الحقوق نعرف أولي الأمر نعرف القائمة في الحضانة سواء كانت مشرفة أو معلمة صاحب الملتقى الذي يستمر لثلاثة أيام ورشة تدريبية بعنوان حقوق الطفل في البيئة التعليمية والتي قدمتها الخبيرة فرانسيس من منظمة اليونسيف بالمملكة المتحدة لتوحيد مختلف الجهود من أجل الاستثمار في الطفل وتوفير حقوقه في المدرسة والأسرة والمجتمع والحفاظ على سلامته الورشة التدريبية هذه توعي الحضور بأهمية حقوق الطفل ومعايير حقوق الطفل في مشروع مدارس صديقة للطفل ويطمح الملتقى إلى تشجيع المدارس والحضانات على الالتزام بمعايير الجودة الشاملة وتعزيز جميع عناصر البيئة التعليمية التي تؤثر في الطفل وحقوقه كمتعلم ومستفيد رئيسي من التعليم يعد هذا الملتقى الأول لتعريف مدراء وموظفي الحضانات بواحد من محاور المشروع وهو رفع الوعي بحقوق الطفل لإخبار الدار لمياء المازمي من الشارقة